بسم الله الرحمن الرحيم أهم إعدادات الحماية في الشبكة لدينا مجموعة من الإعدادات والتي يجب أن نقوم بتطبيقها في داخل الشبكة حيث أن تطبيقها على الشبكة يقدم لنا حماية بتكلفة منخفضة وهذه الإعدادات كالتالي عندنا الـ Access List وقائمة التحكم بالوصول وهي إعدادات يتم تطبيقها على جهاز الراوتر أو الجدار الناري لكي نحدث الباكيتز معينة من أن تدخل إلى الشبكة أو تخرج منها ويوجد لدينا نوعين أساسيين من الـ Access List وهما الـ Standard Access List وهي تقوم بالمنع بناء على العنوان المنطقي الـ IP Address للجهاز أو لشبكة معينة فمثلا نقوم بتحديد الـ IP Address لجهاز معين أو لشبكة معينة ونحدد الإجراء الذي نريد تطبيقه هل هو السماح أو المنع وبالتالي هذا النوع يعمل على مستوى الطبقة الثالثة الـ Network Layer النوع الثاني من قائمة التحكم بالوصول لهو الـ Extended Access List وهي تقوم بالمنع بناء على العنوان المنطقي الـ IP Address بالإضافة إلى الـ Port Number رقم المنفذ مما يجعلها أكثر مرونة وبالتالي تعمل على مستوى الطبقة الثالثة والرابعة هناك أنواع أخرى للـ Access List منها ما هو جانبي تابع للنوعين أعلى مثل الـ Name Access List وهو بدلا من وضع أرقام للـ Access List يتم استبدالها بوضع اسم للـ Access List مما يجعل عملية التعرف عليها أسهل وهناك أنواع نادرة الاستخدام مثل الـ Mac Address Access List وهي تعمل على مستوى الطبقة الثانية التي هي Data Link Layer وذلك اعتماداً على العنوان الفيزيائي لجهاز معين ويوجد لدينا نوع الـ Time Based Access List وهي من الممكن تطبيقها على الـ Standard أو الـ Extended حيث تجعل الـ Access List تعمل على توقيت معين وطبعاً بعد انتهاء هذا التوقيت تتوقف عن العمل في وقت معين عندنا من الإعدادات اللي من المهم عملها في داخل الشبكة عندنا الفيلان Fairjewal Local Area Network وهي يتم من خلالها تقسيم الشبكة المحلية الواحدة إلى عدد من الشبكات بشكل Fairjewal منطقي أو برمجي هذا يعود بالنفع على الشبكة رقم واحد تسريع الشبكة وذلك لتحويل مجال البث الـ Broadcast إلى مجموعة من مجالات البث الأصغر حجماً رقم اثنين تقدم لنا ميزة واللي هي حماية من ناحية أنه لو حصلت مشكلة في فيلان معينة لا تنتقل هذه المشكلة إلى الفيلان الأخرى النقطة الثالثة يجعل عملية إدارة الشبكة أسهل وذلك لأنه كل قسم من أقسام الشركة يملك فيلان خاصة فيه النقطة الرابعة أن بيانات كل فيلان بتكون معزولة عن الفيلان الأخرى مما يوفر خصوصية لكل قسم من أقسام مثلاً الشركة التابعة لها الشبكة عندنا إعدادات التنالينج تقنية الأنفاق والنفاق يتم استخدامه لاتصال برمجي فيرجول يربط فيما بين نظامين أو شبكتين من خلال النفاق يتم تبادل البيانات فيما بين طرفين بشكل مشفر يتم استخدام تقنية الأنفاق عندما يكون لدينا شبكتين أو جهازين يتصلا مع بعضهم البعض من خلال شبكة عامة مثل شبكة الإنترنت بحيث عندما يحصل اختراق للنفاق في داخل شبكة الإنترنت ويحصل المهاجم على نسخة من البيانات فسوف يحصل عليها مشفرة مثال على البروتوكولات التي تعمل في تقنية الأنفاق عندنا مثلاً بروتوكول زي ويتم استخدام تقنية الأنفاق مع تقنية الفي بي إن الفيرجول برايفت نتورك عندنا كذلك مثلاً إعدادات السابنتينغ أو الفي إلس إم السابنتينغ هي عملية تقسيم عنوان الشبكة الواحد إلى مجموعة من عنوين الشبكة مما يعني تقسيم عدد عنوين الأجهزة الموجودة في الشبكة الواحدة فيما بين مجموعة النيتورك مثال لو كان عندنا شبكة 192.168.1.0.24 هذا العنوان الشبكي بيقدم لنا عدد أجهزة 254 جهاز لو قمنا بتقسيم مثلاً إلى سلاش 27 مما يعطينا عدد ثمانية شبكات في كل شبكة هيكون لدينا عدد ثلاثين عنوان جهاز طبعاً رح نحتاج لتطبيق السابنتينغ في الفيلانس والتي من خلالها يتم التقسيم الشبكة المحلية الواحدة إلى مجموعة من الشبكات المحلية برمجياً وبالتالي كل شبكة برمجية سوف تحتاج إلى عنوان شبكة خاص فيها كذلك في الشبكات العملاقة من خلال السابنتينغ يتم الاستغلال الجيد للعنوين وتجنب هدر العنوين الخاصة الـ Private IP Address والتي كما نعرف عنوين محددة كذلك من ناحية العنوين العامة من قبل مزودي الخدمة الـ ISP حيث يتم تقسيم عنوين الشبكة العامة على المقدار الذي يحتاجه عملاء مزودي الخدمة تعتبر السابنتينغ بالإضافة إلى المميزات التي تقدمها أيضا تقدم ميزة حماية حيث من خلالها يتم تفصيل الشبكات على عدد الأجهزة يعني بحيث أن كل شبكة تأخذ الأجهزة التي محتاجتها مما لا يسمح بإضافة أجهزة غير مصرح لها في داخل الشبكة وذلك لنفاذ عنوين الأجهزة في داخل الشبكة السابنتينغ والفيل اسم كلاهما عمليتين رياضية نستخدمها في عملية تقسيم عنوان الشبكة الفرق بين السابنتينغ والفيل اسم أن السابنتينغ بيقوم بتقسيم عنوان الشبكة الواحد إلى مجموعة من عنوين الشبكات ولكن كل عنوان شبكة رح يمتلك عدد متساوي مع العنوان الآخر من ناحية عدد الأجهزة أما الفيل اسم فلا كل عنوان شبكة من الممكن أن يمتلك عدد مختلف من عنوين الأجهزة عن عنوان الشبكة الآخر مما يجعل الفيل اسم أكثر مرونة من السابنتينغ لذلك الفيل اسم هي المستخدمة فعليا في الحياة العملية لأن عندنا احنا في الشبكات في الحياة العملية طبعا بنقسم الشبكة إلى مجموعة من الشبكات برمجيا حسب عدد الإدارات والأقسام الموجودة عندنا مثلا في الشركة وزي ما نعرف أنه بشكل طبيعي أنه كل إدارة رح يكون عدد الأجهزة فيها والموظفين الموجودين فيها بيختلف عن القسم الآخر أو الإدارة الأخرى فبالتالي الفيل اسم هو فعليا اللي رح يكون مناسب لأنه رح يعطي كل شبكة فيلان تابعة لإدارة معينة عدد الأجهزة المناسب لها ننتقل للنات والنات هي اختصار النات وظيفة النات الأساسية هي التقليل من الاستهلاك السريع والعالي من العناوين العامة الإصدار الرابع الـ Public IP Addresses وتحديدا نحن عندنا أنواع من النات تحديدا النوع الباتنات أو الـ Overloading هذا النوع من خلاله ممكن عنوان عام واحد يجعل الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة من خلاله تتمكن من الاتصال بشبكة الانترنت بالإضافة إلى هذه الوظيفة الأساسية للنات والتي هي توفير العناوين العامة فالنات يقدم خاصية حماية حيث لا يتم وضع العنوان العام الـ Public IP Address مباشرة على أجهزة الـ PC أو جهزة الكمبيوتر ويجعلها متصلة ومواجهة مباشرة مع الانترنت بما يحتويه من مخاطر وتحديدات وإنما سوف يكون من خلال جهاز وسيط مسؤول عن عملية النات والترجمة من العناوين الخاصة إلى العامة مثل الراوتر أو الجدار الناري مما يقدم حماية أفضل لأجهزة الكمبيوتر الموجودة لدينا في داخل الشبكة تطبيق التحكم بالوصول عملية تطبيق التحكم بالوصول للشبكة ومساطرها تعتبر من العمليات الأساسية في إعدادات حماية الشبكة وتعريف التحكم بالوصول هو تحديد كيفية اتصال المستخدمين وأنظمة الاتصال والصلاحيات الممنوحة حيث من خلال التحكم بالوصول يتم تحديد الصلاحيات للمستخدمين المتحقق منهم وعدم تجاوزهم لموارد شبكة غير مصرح لهم بالدخول والاطلاع عليها واستخدامها سواء كانت أجهزة بيانات انترنت يوجد دينا ثلاثة نماذج لتنفيذ عملية التحكم بالوصول والاتصال وهي عندنا النموذج الأول واللي يطلق عليه الماك موديل الماك موديل او نموذج الماك او لو حبينا نترجمه هنقول نموذج التحكم في الوصول الإلزامي وهو يعتمد على نظام اللابل الملصق او التصنيف حيث يتم من خلاله تصنيف الملفات والبيانات الموجودة في الشبكة فيتم مثلا تصنيفها إلى عام ومثلا هذه ملفات عامة وملفات أخرى خاصة وملفات أخرى سرية وملفات أخرى سرية للغاية ويتم من خلال مسؤول الشبكة توزيع مستخدمي الشبكة على الملفات متفاودة التصنيفات بناءا على مكانة المستخدم وظيفيا يتحرك أن يكونوا أصحاب المناصب العليا لهم صلاحية الوصول إلى جميع الملفات بكافة التصنيفات الموظفين أصحاب المناصب المتوسطة يسمح لهم من الملفات المسنفة بالعام والخاصة والسرية أم الموظفين أصحاب المناصب المنخفضة فبسموح لهم الوصول إلى الملفات العامة والخاصة أما مثلا زوار موقع الشبكة مثلا فيستطيعون الإطلاع على الملفات العامة إذن نموذج الماك موديل يعتمد على تصنيف الملفات وبالتالي هذا النموذج يتم استخدامه مع المنظمات والشركات التي تعتمد على خصوصية الملفات بشكل عالي الموجودة لديها مثل مثلا القطاعات الحكومية مثل وزارة الداخلية الاستخبارات وزارة الدفاع إلى آخره هنا بتصنف الملفات الخاصة فيها إلى الدرجات وطبعا الموظفين حسب رتبهم إن كانت عسكرية مثلا فيتم السماح مثلا لفئة أصحاب المناصب العليا بجميع الملفات المتوسطة لملفات معينة وهكذا طبعا هنا لازم ننتبه إلى الفرق بين الماك أدرس وبين الماك موديل النوع الثاني من أنواع التحكم بالوصول عندنا التطبيق أو النموذج اللي هو الداخ موديل الداخ موديل نموذج يعتمد على أن كل مستخدم في الشبكة سوف يمتلك ملفات خاصة فيه ويمتلك فيها كامل الصلاحيات يعني مثلا أنا عندي موظف اسمه أحمد وموظف اسمه خالد وموظف اسمه يوسف أحمد له ملفات العمل الخاصة فيه لا ينبغي لأي موظف آخر أن يطلع عليها ولا يملك أي صلاحيات عليها في داخل الشبكة كذلك يوسف وهكذا مع باقي الموظفين هذه فكرة الداخ موديل أو نموذج الداخ واللي هو أن كل موظف رح يمتلك ملفات خاصة فيه يمتلك طبعا عليها كافة الصلاحيات من إنشاء وتعديل وحثف ونقل وخلافه عندنا نوع من أنواع تطبيق التحكم بالوصول واللي هو الار بي اي سي نموذج الرول بيست اكسس كونترول وهذا النوع هو الأكثر استخداما حاليا ليش لأنه هو يجمع بين النموذج الماك والداك كنظام تحكم بالوصول في موارد الشبكة بحيث في ملفات بتكون مثلا خاصة بيش بالشركة ومعلومات خاصة مثلا بالشركة بيتم تقسيمها إليش إلى درجات من ناحية السرية والخصوصية ويتم مثلا السماح لمجموعة موظفين حسب مكانتهم في داخل الشركة بالاطلاع عليها موظفين آخرين لا الاطلاع على ملفات أقل وهكذا كذلك يكون لكل موظف الملفات الخاصة فيه اللي بيشتغل عليها في داخل العمل فبالتالي يعتبر نموذج الرول بيست اكسس كونترول موديل هو الأكثر استخداما حاليا وتطبيقا في الشبكات حاليا نقاط الضعف نقاط الضعف هي مشكلة تكون موجودة سواء كهاردوير أو كسوفتوير سواء كهاردوير في الأجهزة أو مثلا تكون موجودة في البرامج يعني حتى مشرط في الأجهزة يعني حتى في الموقع نفسه قد يكون الموقع اللي موجود فيه الشبكة فيه نقاط الضعف مثلا غير مؤمن لا يحتوي على كاميرات تشجيل مثلا مثلا أبواب فيه مفتوحة مثلا لا تغلق وإلى آخر وهذه كلها تعتبر نقاط الضعف في داخل الموقع كفيزيائية موجودة في داخل الموقع اللي موجودة فيه الشبكة أما كبرمجية فتتواجد نقاط الضعف في البرامج وأنظمة التشغيل الموجودة في داخل الأجهزة وهذه الأجهزة بتكون موجودة في داخل الشبكة بحيث يتم استغلال هذه النقاط الضعف لكي يتم تنفيذ هجمات على الشبكة من خلال مهاجمي الشبكة فمثلا عندما تقوم شركة مثل مايكروسوفت بعمل نظام تشغيل وبيعه للمستخدمين حول العالم المخترقين من ضمنهم طبعا يرح يشتروا هذا النظام التشغيل ولكنهم لا يكتفون فقط باستخدام نظام التشغيل مثل المستخدمين العاديين وإنما هم يقومون بدراسته وتحليله وذلك لإيجاد نقاط الضعف البرمجية الموجودة في نظام التشغيل وذلك ليتم استغلالها في عملية الاختراق هناك حرب قائمة فيما بين مايكروسوفت والمخترقين حيث يقوم المخترقين باكتشاف نقاط الضعف في نظام التشغيل وتنفيذ هجمات وطبعا يحقق من وراءها مثلا الهدف المنشود اللي هو مثلا الحاق أضرار أو إطلاف أو حذف لبيانات أو الحصول على بيانات إلى آخره بعد أن تتم هذه الهجمات من خلال تتنبه مايكروسوفت إلى ذلك فتقوم بعمل برمجة في نظام التشغيل لإغلاق نقاط الضعف وتقوم برفعها على موقعها كتحديثات ليقوم العملاء بتنزيلها على أجهزتهم مما يقدم حماية لنظام التشغيل ويقوم بإغلاق نقاط الضعف هذه فيقوم المخترقين عندها بالبحث على نقاط ضعف جديدة وهكذا حالة من الحرب التي لا هوادة فيها مثال آخر في أجهزة سيسكو مثلا يوجد بروتوكول CDB الذي يعمل تلقائيا وهو سيسكو ديسكوفري بروتوكول بحيث من خلاله يتم اكتشاف الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة هذه تعتبر نقطة ضعف قد يستغلها مهاجم الشبكة بحيث من خلال هذا البروتوكول يتمكن من جمع معلومات عن أجهزة سيسكو الموجودة في داخل الشبكة طبعا لذلك ينصح أمنيا بإيقاف بروتوكول CDB في أجهزة سيسكو لكي لا يتم استغلاله من قبل مهاجمي الشبكة نقاط الضعف كثيرة ومتجددة وعلى مهندس حماية الشبكات أن يكون على اطلاع ومتابع لها بشكل مستمر ليقوم بسد هذه الثغرات وكذلك تنزيل التحديثات يساعد في ذلك قبل أن يقوم مهاجمي الشبكة باستغلال نقاط الضعف الموجودة في داخل الشبكة التهديدات التهديدات التي تواجه الشبكة تنقسم إلى نوعين وهما التهديدات الداخلية وهي التي تأتي من داخل الشبكة وذلك من خلال المستخدمين للشبكة أنفسهم وقد تكون بقصد أو من غير قصد بقصد مثل أن يكون لدينا مستخدم يقوم بدراسة دورة الهاكر الأخلاقي ويستخدم أدوات لاختراق الشبكة قد يقوم بذلك لغرض أن يستعرض مهارته ويختبرها أو لغرض أن يحصل على صلاحيات في داخل الشبكة غير ممنوحة له كذلك السرقات والاختلاسات التي قد تحصل من قبل مستخدمين الشبكة من أمثلة التهديدات التي تكون غير مقصوطة من قبل مستخدمين الشبكة مثل إدخال فيروس أو برامج تجسس إلى الشبكة عن طريق أجهزة اليو اس بي مموري والأقراص الصلبة الخارجية وكذلك عن طريق تنزيل البرامج ذات النسق غير الشرعية والتي تحتوي على برامج ضارة كذلك مثلا لو كانت السيرفرات أمامهم مثلا وطبعا هذا خطأ بدون قصد مثلا يسقطون السيرفر فطبعا يؤدي إلى تلفه أو مثلا ينسكب سوائل عليه مثل المياه أو الشاي إلى آخر فطبعا يؤدي إلى إلحاق أضرار بالأجهزة الموجودة في داخل الشبكة هذه كلها سواء بقصد أو من غير قصد كلها تعتبر تهديدات داخلية لماذا؟ لأنها قادمة من الأشخاص الذين يعملون في داخل الشبكة كذلك ممكن تكون حتى قادمة من مهندسي الشبكة أنفسهم إذا ما كان عندهم الخبرة القوية قد يعملون أخطاء تؤدي إلى إلحاق الضرار بالشبكة كل هذه تعتبر تهديدات داخلية التهديدات الخارجية وهي التهديدات التي تهدد الشبكة وتأتي من خارج الشبكة وهي نوعين تهديدات تتعلق بالطبيعة مثل الحرائق، التسونامي، الزلزال، الأمطار الشديدة والنوع الثاني تهديدات بشرية مثل الهجمات القادمة من شبكة الإنترنت أو الشبكات الأخرى إلى شبكة المسؤول عن أمنها، وقد تكون شبكتنا مستهدفة بشكل مقصود أو بشكل عشوائي ضمن شبكات أخرى تم الهجوم عليها حول العالم كذلك من الهجمات التي ممكن أن تحصل ويكون طبعا كتهديدات خارجية مثل سرقة البيانات أو إيقاف عمل الشبكة أو إطلاف البيانات بما تحتويها أو السيطرة على أجهزة الشبكة عن بعد أو التجسس على مستخدمي الشبكة أو مثل ما قلنا سرقة الأجهزة نفسها الموجودة في داخل الشبكة إذن زي ما شفنا التهديدات هي أي شيء ممكن يلحق الضرر بالشبكة قد يكون ضرر جزئي أو ضرر كامل يوقف الشبكة عن العمل وزي ما شفنا التهديدات ممكن تكون داخلية أو خارجية أنواع مهاجمي الشبكة يوجد لدينا أنواع من مهاجمي الشبكة وتحديد نوع المهاجم يأتي من خلال العمليات الهجومية والتي يقوم بها يوجد لدينا نوع من أنواع مهاجمي الشبكة تقريبا لدينا تسع أنواع تسع أنواع من أنواع مهاجمي الشبكة وهم كالتالي النوع الأول الوايت هات هكر وهو شخص مخترق شبكات ولكنه غير ضرر بل نافع وذلك لأنه يستغل المعرفة التي يملكها في العمل لصالح أصحاب الشبكات وذلك لأنه يقوم بدراسة الشبكة لمعرفة نقاط الضعف الموجودة فيها ليتم معالجتها وسد هذه النقاط الضعف مما يجعل الشبكة أكثر أمنا ومن الممكن الوايت هات هكر من الممكن أن يكون موظف يتم تعيينه في داخل الشبكة لكي يهتم باكتشاف نقاط الضعف الموجودة فيها ومعالجتها وتحسين آداءها أمنيا وقد يكون موظف في شركة حماية متخصصة في اكتشاف المشاكل الأمنية الموجودة في الشبكة أو في الشبكات بحيث تستأجر الشركات خدمة هذه الشركة والمهندسين الموجودين فيها لكي يقوموا بفحص شبكاتهم والتأكد من أنها محمية بالشكل المطلوب عندنا النوع الثاني من أنواع مهاجم الشبكة البلاك هات هكر وهو شخص مخترق للشبكات يقوم باستغلال معرفته في إلحاق الضرر بالشبكات وبالأشخاص قد يقوم بذلك لأجل المال مثل سرقة أرقام البطائق الاعتمانية سرقة ملفات مهمة وعرضها للبيع لأشخاص تهمهم هذه الملفات أو يقوم بابتزاز أصحاب هذه الملفات في مقابل أن يسترجعوها وعدم نشرها في الإنترنت وقد يقوموا بذلك لأجل المتعة وأن يثبتوا لأنفسهم أنهم يستطيعون وناجحين في مجال الإختراق أو قد يقومون بذلك لأجل الانتقام النوع الثالث اللي هو الجراي هات هكر وهو مخترق مزيج من الوايت الأبيض والبلاك الأسود فينتج لدينا الرمادي بحيث مثلا هو يعمل على شركة لاكتشاف الثغرات وتحسين أداء الشبكة كوظيفة وكهواية طبعا هذه كوظيفة كوظيفة هو يقوم بسد الثغرات وتحسين أداء الشبكة وكهواية هواية اختراق الشبكات والأجهزة وإلحاق الضرر بها قد يحمي الشبكة اللي هو شغال فيها ولكن يضر شبكات أخرى ويلحق الضرر فيها كهواية بعد انتهاء الدواء يعني هذا يجمع ما بين الخير والشر النوع الرابع الفريكر وهو شخص يحتال على شركات الاتصالات للحصول على اتصالات وخدمات مجانية تقدمها شركات الاتصالات عندنا النوع الخامس اللي هو السيكريبت كيدي وهو مهاجم شبكات ولكنه غير قوي في المجال وليس لديه المعرفة وإنما يقوم باستخدام أدوات اختراق ليخترق شبكات وأجهزة الآخرين ممكن تكون شهادة أو دورة الهاكر الأخلاقي تنتج السيكريبت كيدي لأنه فعليا اللي بيدرسوا مثلا هذه الدورات بدون ما يكونوا أقوية في مجال الشبكات دورة زي الهاكر الأخلاقي بيتعلم كيف يستخدم الأدوات الخاصة بمخترقي الشبكات كبرامج وكأدوات لكنه فعليا لا يصممها وليس لديه معرفة قوية هو فقط مجرد مستخدم لهذه الأدوات هذا الشخص بيطلق عليه سيكريبت كيدي النوع السادس من أنواع مهاجم الشبكة اللي هو الهاكت فيزيت الهاكت فيزيت أو يطلق عليه النضال الإلكتروني وهي اشتراك مجموعة من المخترقين في تنظيم لتنفيذ هجمات إلكترونية على جهات ومنظمات ودول معينة لأسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية قد تكون منظمة سرية مكونة من أفراد أو قد تكون تحت دعم ورعاية وتوجيهات من الدولة وعندها يطلق عليه الجيش الإلكتروني النوع السابع اللي هو الأكاديميك هاكر أو الهاكر الأكاديمي المخترق الأكاديمي وهو طالب شبكات ويستغل ما يحصل عليه من دروس وكذلك يستغل المعمل الخاص بالجامعة لعمليات الهجوم النوع الثابن اللي هو الاسبامر وهو الشخص الذي يقوم بنشر إيميلات غير مرغوب فيها قد تكون دعائية وفي الغالب تحتوي فيروسات وبرامج تجسس على الأشخاص أو الضحايا اللي رح يفتحوا هذه الإيميلات ويتعاملوا معها النوع التاسع والأخير من أنواع مهاجمي الشبكة اللي هو الفشر الهندسة الاجتماعية هو شخص يقوم بالاحتيال وطبعا هو شخص بيحاول يجمع معلومات وذلك عن طريق إيش؟ عن طريق الاحتيال والكذب وذلك بأنه يدعي أنه شخص آخر ليحصل على معلومات من الضحية مثل حسابه في الشبكة ليتمكن من اختراق الشبكة عن طريق حسابه أو مثلا يحصل على رقم بطاقته الاعتمانية طبعا أشهر مثال عليه أنه شخص يتصل عليك يقول لك أنه هو شخص مسؤول في البنك اللي أنت تتعامل فيه واللي أنت عندك رقم الحساب الخاص فيه ويقول لك أنه فيه مشكلة في حسابك يبغي يتأكد أو يبغي يحلها أو فيه تحديث مثلا فيريد تعطينا بس رقم حسابك ورقمك السري فطبعا بيتكلم بطريقة تخليك توثق فيه فبالتالي تقوم بإعطاءه رقم حسابك الرقم السري وبعد كذا هو بيخترق حسابك ويقوم بعملية نصب والاستيلاء على أموالك لذلك حاليا حتى نشوف البنوك بتحذر وبتقول لك أنه مستحيل موظف بنك يطلب منك الرقم السري نهائيا ما رح يطلب منك الرقم السري أي موظف يدعي أنه يبغى الرقم السري يعرف وقتها أنه هو مش موظف في البنك كذلك المفروض أساسا أنه طبعا هذا إن كان على الرقم السري وإن كان على رقم الحساب فالمفروض أساسا هو لما يكون موظف بنك ويتصلك مثلا فالمفروض أنه أمامه سيستم والسيستم هذا يبين رقم حسابك فمن البداية ليس يسأل على رقم حسابك فهذه العمليات اللي بيحاول يقوموا فيها هي عمليات نصب واحتيار يطلق على الشخص اللي يقوم فيها بالفشر طبعا قد يحاول هذا الشخص مثلا الحصول على معلومات تتعلق بالشبكة مثل أن تكون أنت مستخدم على الشبكة ويخبرك أنه هو الآد من المسؤول في الشبكة اللي انت شغال فيها مثلا في الشبكة التابعة للشركة اللي انت شغال فيها وأن هناك مثلا تحديثات على حسابك فيطلب منك اليوزر نيم والباسورد الخاص فيك وبالتالي يتمكن من الدخول على الشبكة بحسابك وإلحاق الضرر فيها أو مثلا زرع مثلا ملفات ضارة تجسس سرقة بيانات إلى آخر هذا الشخص الذي يقوم بهذه العمليات ويجمع المعلومات عن طريق النصب والكذب واختلاق الشخصيات يطلق عليه الفشر أو الهندسة الاجتماعية إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته